ورجعنا لكم مرة تانية على هام بشارتنا ومكملين معاكوا بقى في أقراط نهارك سعيد ويمكن قولنا في البداية أن مصر على مشارف انتخابات زي ما قولنا مش هسنقول أخطر بس عايزين نقول إن شاء الله أهم انتخابات في تاريخ مصر مظبوط كده وأول انتخابات فعلا بتحصل بعد سورة 25 يناير بدون أي وصاية بدون أي رشاوي بدون أي تزوير بدون حزب حاكم يعني دي على الأقل لوحدها كبيرة جدا لكن في مخاوف كتير قوي من تأمين الانتخابات والناخبين في البعض المتشائم والبعض المتفائل عن كل المتشائمين وعن كل اللسان المتفائلين هيكون عندنا استفسارات كتير جدا لدكتور سعد الزمت هو خبير استراتيجي أمني سباح الخير يا فاند سباح الخير يا فاند سباح الخير سباح الخير يا فاند يمكن قرينا في بعض الصحة في فاند أن المشير تنطوي وزير الدخلية اجتمعه مع بعض القيادات الأمنية للإعداد لتأمين الانتخابات حالك شايف أن فيه خطة فعلا عامة وشاملة نقدر نعدي بها الانتخابات اللي جاية أكيد طبعا هو المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية الاتنين أعلنوا الحياة المشير الفريق سام يعني أن أعلن أنه هو ملتزم بالتأمين الانتخابات وانبارح اللي هو منصور ريسي وقال أن فيه عندنا 300 ألف فرد هيشاركوا في عملية تأمين الانتخابات فأكيد هم معظم خطة لكن هذه القصة مش في أن موجود خطة لا الرغبة احنا كلنا عندنا الرغبة الحقيقة لكن هل هناك قدرة هل هناك قدرة على التنفيذ على التنفيذ الجزء الثاني هو مش التأمين مطالب به بس الأجهزة الأمنية سواء كانت العسكرية أو المؤسسة الأمنية المواطن المرشح الطائرات نفسها والأحزاب المكانش يبقى فيه تعاون وقبل التعاون ما كانش فيه إخلاص وطنية والجميع يعمل على مصلحة مصر فهيبقى فيه مشكلة ماذا يصنع الأمن أيا كانت قدراته وأماله في أنه يطلع انتخابات جيدة وفيه صراع بين الأحزاب وبين الاقتلافات وبين الطائرات اللي احنا شايفنا وإحنا مبرح الحقيقة شفنا حاجة للمرة التانية مفزعة من بعض الطائرات الطائرات الإسلامية تحديداً فالكلام ده بيدخلنا الحقيقة أو بيقربنا جداً من مسألة الدخول في مشكلة كبيرة الحقيقة طب احنا فيه برضو تفاصيل تانية عايزين نعرفها يعني هل هيكون تأمين الانتخابات واناخبين دور الجيش ولا دور الشرطة ولا دورهم هما الاتنين مع بعض لا احنا دايما نرجع الموضوع للشرائق أو للقارون تأمين الانتخابات هي المسؤولية الأولى للأمن للمؤسسة الأمنية وزارة الدخلية لكن طالما أن احنا عندنا اهتراق أمني لأن فيه تراه الأمني الحقيقة اللي احنا فيه النهاردة فالجيش وعد أنه يساعد لكن المسؤولية مسؤولية وزارة الدخلية مش مسؤولية وزارة الدفاع وزارة الدفاع بتسند فقط يعني لكل قاعدة ممكن حاجة تيجي وتكسرها ففظل الظروف اللي احنا فيها هل ممكن الجيش يساعد خدوا بالكم من حاجة وإحنا بنقل الحقيقة عاوزين نلفت نظر شعب المصر نقطة مهمة لو حصل لقدر الله في لجنة أو في بلد ما مشكلة حصل خناء حصل ضرب نار من اللي هيتعامل الجيش ما بيتعاملش خدوا بالك أن تسليح الجيش تسليح الجيش بطبيعته تسليح قاتل مفيش لأن ده مهمته لكن المدرب على الكلام ده وعنده بعد التدرج في استعمال القوة وعنده فن استعمال هذا التدرج المؤسسة الأمنية فإذا كانت المؤسسة الأمنية النهاردة في حالة ارتخاء شديد الحقيقة فإزاي احنا هنطالب المؤسسة العسكرية إنها تقوم بدور الأصل لا بدور الأصل قانونا وفنيا لا لوزارة الداخلية مش لوزارة الدفاع ووزارة الدفاع تسند بس دكتور سعدي يمكن الناس بتتساءل إزاي ممكن فعلا يجرى انتخابات وسط اعتصامات وانفلات وغياب أمني طبعا مسألة بتعتبر تقارب المستحيل إن كنت النهاردة بتتكلمي الإسبوعات الجاية اللي بعد كمي يوم على انتخابات برلمانية وأول انتخابات زي ما قالت الزميلة أول انتخابات بدون يعني كأننا الأول مرة بندخل الانتخابات ما فيهاش ضغوط حكومية مهما إلى ذلك ومع هذا ملهاش كبير يعني ملهاش كبير يعني لا هو كبير هو موجود الكبير اللي هو الشعب بالصبت الناس ولذلك أنا بقول الشعب هو المعيار في ضبط منظومة الانتخابات الفترة اللي جاي احنا الوقت قدام الحقيقة قدام مفترك طرق صعب للغاية أو في مرحلة مفصلية بالنسبة لتاريخ مصر لأن انت عندك اتنين سيناريو فيه انتخابات فيه دستور فيه رئيس ده لو احنا كلنا تعاوننا وكان الولاء للبلد الولاء لمصر أو الانتماء لمصر لكن السيناريو الاخر هو السيناريو الاكثر الحقيقة صعوبة ومش متصور أن من هنا لغاية الانتخابات أو خلال مرحلة من المراحل اللي احنا اتكلمين عليها في السيناريو الاول تحصل مشكلة كبيرة طب انت عندك المؤسسة الامنية فيها مشكلة النهاردة فيه حالة تراه ولا النهاردة في المؤسسة الامنية حال حديك شايف ان المؤسسة الامنية معترفة ان فيه خلل ولا لا لا الحقيقة اللي شوف اقولك برضو عشان نبقى موضوعيين احنا يجب ان احنا نرجع تاني خطوة للخلف ليه المؤسسة الامنية فيها الحالة اللي هي فيها النهاردة النهاردة اي حد في واحنا كل يوم نشوف حوادث اللي دخلوا الاسام اللي هم كانوا مسجلين او على شاكلتهم دخلوا اسام وموتوا ناس جوا اللي مات جوا او اللي ضرب جوا تحبس والمسجل اللي حصل له حاجة بقى شهيد النهاردة كان قبل الثورة ودي حاجة الحقيقة يجب نحن نذكره قبل الثورة لان المؤسسة الامنية او زباس شرطة مشكلهم سيئين المشكلة مشكلة فردية مش مشكلة عامة الضابط بيشتغل بالعشرين ساعة تقريبا وكان بيتحمل ضغوط والدخل المادي كان قليل فكان عشان مصر كانت رسالة طب النهاردة فوق ده لو غلط او مش غلط لو دافع نفس الدفاع شري بيتحبس ده اللي احنا شايفينه طب ازاي ان عارضا يا فندم ان الكويس بيفرد نفسه يعني لو زبط كويس يعني يفرد مأمور الاسبكية اللي نزل لما لاقى ميكروباس في المخالف بيرجعوا نزل السواب بتاع الميكروباس داربوا اهلا يا فندم انا بكلم ان فيه ناس تانية لو عايزين احنا عايزين وزارة دخلية قوية ولو فيه بعض العناصر نقدر نقول عليها مش هتساعدنا في الفترة اللي جاية فايه اللي مفروض يحصل الاول انا اذا كنت بتسألين على الرأي الفني في هذه القضية لا احنا بنقول ان السيد وزارة الدخلية راجل ماضي محترم وراجل جيد وجميل ولكن دي وزارة دخلية مصر في ظروف استثنائية يعني بمعنى انك في حاجة الى قيادة امنية شابة قادرة قوية لديها رؤية لديها قدرة على صناعة القرار وجرقة اصداره والقدرة على حشد كل المؤسسة لمواجهة اللي احنا فيه ده اللي احنا عاوزين وكان من فترة طويلة كنا كلنا منتكلم في قصة انه ثقة الشرطة بنفسها محزوزة جدا دلوقتي يعني بدأنا نحس شوية انه الاندباط نوعا ما نسبيا فيه نقطة فيصلية مش الثقة فيه نقطة بفصلية اهم من الثقة انا كزابط النهار ده انا لا اضمن اني لما استعمل الحق الشرق في حماية القانون او هيبة الدولة ان انا ما تحبسش اخر نهار طب يحصل ده ما حصلش فيه اي تطور يعني من فترة ليس هناك تطور كل الاحداث اللي حصلة خلال الفترة اللي فاتت تلاقي ايضاب الضرب امين شرطة ضرب في حق شرعي تلاقي تحبس خد 14 اربعة طياب و 15 يوم ليه هو احتمال يكون فيه احنا في حالة فزع وحالة الفزع او الحالة الاستثنائية بتخلي حتى القرارات فيها نوع من الاهتزاز فده طبعا اهم من الصق نفسها طب يا دينك بتقولك هو فيه حل ولا لا بس دلوقتي الوقت قصير جدا عشان لا 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 المؤسسة الامنية شوفوا لحضرك الحاجة المؤسسة الامنية فيها خامات جيدة جدا وفيها قيادات كويسة جدا مجرد من النهاردة تختار قيادة شابة ويصاعد مساعدين عنده شباب ده هتبقى القاطرة للمؤسسة الامنية بالكامل كل المؤسسة هتقوم اما اذا بقي الوضع النهاردة اللي احنا شايفينه انا شخصيا شايف ان جايز عدم ساق جزء من الكلام جايز اهتزاز في المواقف خوف طب انا هتحبس ليه انا سبت ايه هسيب ايه لولادي انا لا سبت فلوس ولا سبت حتى حاجة ادبية فاخد بالك من النقطة دي نقطة مهمة ولذلك يجب يبقى عندك قيادة قوية دي وزارة داخلية مصر مش وزارة داخلية اي بلد تانية مصر خلينا نقدر نقول كمان ان ارينا ان وزارة الداخلية قالت انها تستدع شرطة الاحتساطية ومن الانتخابات يعني ايه المقصود بالشرطة الاحتساطية الحقيقة ده يسأل فيها السيد الضابط او القيادة اللي قال هذا التصريح انت عندك شوف عشان انت بعرفها مصر كلها كل الزباط اللي فيها لا يتجاوزوا تلاتين الف ضبط على مستوى جمهورية مصر العربية بالكامل عندك اه افراد في القوات الامنة في الامن المركزي جايز يوصلوا لتلتمائة وعشرين الف جندي لكن انت مش محتاجة انت مش محتاجة انك تجيب جنود تحطيهم عشان ينضربوا او يضربوا لان ده باخد بالك خطورة رغم ان هو جيد لكن في خطورة منك تحطي كتير من الجنود في هذه المناطق يعني انا المتصور ان الامن احساس مش انك انت تحطي ناس ومعهم سلاح الكلام ده مش وارد يعني فاللي قالها هي جنود احتياطين او الاحتياط من الشرطة ما نش عارف الحال مقصود بها ايه الحالة ما فيش انا اول مرة اعرف ان الشرطة لها احتياط يعني هل فيه ناس كيتخرج هستدعوهم الحالة ما اقدر شفت شعر شفت ان انا بنتسائل مع حضرتك لكن شوفوا هولك الحاجة مصر ما حصلش فيها تغيير كبير بالنسبة لمستلزمات او احتياجات المؤسسة الامنية بمعنى ان القيادات الامنية اللي موجودة النهاردة والزباط والافراد قادرين الحقيقة اذا هم في الظروف الطبيعية قادرين على انهم يأمنوا انتخابات خاصة ان في عندك مدد من القوات المسلحة والمدد نفسي اكتر منه حتى قوة بدنية او عددية فانت مش مستني انها ما حصلش جديد عندك لكن حط قيادة مختلفة لازم شوفي بدون قيادة مش انسي بقية الجسد انه يشتغل بشكل مصبوط لازم بقى فيه قيادة لديها رؤية وقدرة على صناعة القرار وجرئة اصداره وحجد المؤسسة بالكامل يعني عاوزها قاطرة للمؤسسة الامنية هذه القاطرة في رأيي ليست متوفرة الآن بالدرجة الكافية لو عديني فانتب هنعمل ايه انتخابات خلاص مدد ما ست ايام انا بقولك احنا في موقف صعب في فترة زمنية مفصلية جدا واحنا مش هنقعد نندب لكن اللي حصل مبارح يجب ان هو يبقى مؤشر احمر جدا وما ينطفيش للمسؤول عن ادارة هذه الدولة سواء كانت المؤسسة العسكري او المجلس الامنية او المؤسسة الامنية الحصل مبارح خاصة بعض الضهر في اسلامية اسلامية مش عاوزين مدنية ده في الادارة اسمه استراتيجية طغيان الضعيف الطائرات الاسمالية ليست هالاكسرية في مصر طلاقا ولا تمثل اكسرية في مصر ومع هذا هم عندهم حالة الطغيان على باقي الطائرات والاتجاهات والناس يملهاش لطائرات والاتجاهات هذا الكلام مؤشر احنا بلاش نضحك على نفسنا واحنا يجب ان احنا نقول كلام حتى لو كان صادم للقيادات والناس لازم يتقال وكان سمي فاند من يتم استعراض ده عشان يبقى كل حاجة على على المكشوف كده شوفنا مبارح وشوفنا قابليها السلافين قالوا ايه والكلام الحقيقة الكلام في انا بعتقد انه خطر جدا ومحتاج واقفة لازم نقف لازم نقف ومش الحكومة الوحدة هارك قلت فاند من كلنا لازم نكون واقفين مع بعض عشان مصلحة مصر في الاخر لازم هيتم ازاي والله انا مش عارف انا عايز اسأل سؤال طبعا الاستاذ